بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويفضل حمد الحامدين رب الأولين والآخرين حمدا يكون لردى وحفظا عند رب العالمين الرحمن الرحيم الذي دحل قاليم واختص موسى الكليم وأحيى العظام وهي رميم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله في العالمين سيدنا محمد على آله وصحابته الطاهرين أحبابي الأعزاء أيها الطلاب الأدكية نزولا عند رغضة بعض الطلاب الذين طلبوا مني فصل في المحبة والعطف وكيفية تعمير المتلت واليوم جئتكم بفائدة عظيمة ألا وهي متلت طبه دجه حاه وزهين أعيد طبه دجه حاه وزهين فهذا المتلت فهذا المتلت العملاق المتلت الحقيقي الذي هو أمام أعينكم انتبهوا له جيدا فهو متلت طباهين دجاهين حاهين وزهين طباهين دجاهين حاهين وزهين تصريفاته هذا المتلت يتصرف في العطف والمحبة والتهيج وغير ذلك من أبواب المحبة القاطعة وغيرها من المشاكل في الروحانيات لكن نكتفي اليوم بهذا القدر انتبهوا جيدا فالكيفية وهو أن تأخذ على بركة الله تعالى اسم الطالب واسم المطلوب والحاجة التي تطلب من محبة أو عطف أو جلب أو تهييج أو كذا والأسماء المناسبة لطلبك مثلا كنت تأخذ عطف تقول ودود في الود والمحبة ودود هادي وزيد على ذلك في الأسماء أو تأخذ آية من القرآن مناسبة لطلبك وادخل بهم في متلة بالطريقة العادية المعروفة بحيث تسقط من المجموع يبين يعني 12 والباقي تقسمه على 3 الباقي تقسمه على 3 الباقي الباقي ما خرج لك الخارج لا نتكلم عنه تأخذ الباقي تقسمه على 3 وادخل في المتلة بالتلت ثم حوله إلى المتلة التاني بحيث تجمع طا كاهين طا كاهين سأبين لكم معنى طا كاهين وتجعلهم مفتاح للمتلة التاني بدون زيادة أو نقصان ثم بعد التعمير عمر المتلة التالت وعليه يدور العمل المطلوب واجعل مفتاحه بيت النار وادخل بطاباهين في بيت النار بطاباهين في بيت النار سأشرح لكم هذه طا كاهين وطاباهين ودجاهين وحاهين ووزاين ثم دجاهين في بيت التراب ثم حاهين في بيت الهواء ثم وزاهين في بيت الماء ثم كمل التعمير من الطبائع يخرج لك مختلت خالي الوصع يخرج لك مختلت خالي الوصع ثم أخذ عددا ما في بيت النار وأخرج منه مالك روحاني بحيث تسقط ياييل ياييل اليا اللام بتلاتين وليا بعشرة والعشرة عشرين وثلاتين خمسين والألف بواحد تسقط منه 51 واستخرج الروحاني ثم ديله ثم سقط أيضا من الجملة المذكرة طيشين ثم استنطق السفلي في الروحاني العلوي بياييل وفي الأرض اللي هو سفلي بطيشين ثم ديله كذلك بحيث الروحاني تبدأ بالأكثر والسفلي بالأقل هكذا حتى تستخرج خمسة روحانيون وخمسة سفليون ثم اجمع الضلع وزيد عليه ستة أشياء ستة أشياء وادخل بهم في خانة القطب واستخرج من هذا العدد الملك الروحاني الحاكم على الأربع المذكورين مع خديمهم السفلي وسطر بهم المتلت والعزيمة رمز الطبائع وهو نترامين نترامين النار التراب الريح الماء نترامين واجعل قديتك أي حروفها كل حرفين تحت ما يناسبه من الطبيعة ثم اجمع الطبيعة على حدة وسقط كل طبيعة سبعة سبعة وما بقيه عدد تلاوة أي العزيمة بالأسماء أو الآية التي اخترت أو الأسماء المناسبة لعملك وهي التي دخلت بها في قديتك والباقي من السبعة أو السبعة مشيهم على المتلت بطريقة بطا دين زهجين واحد وهو العدد العزيمة والبخور يكون طيب كل دي رائحة طيبة ثم اجعل جذولين واحد يحمله الطالب أو يعلقه معه والآخر جعله في طبع المطلوب إن كان النار يقربه للنار وإن كان التراب يدفنه في التراب وإن كان هواء يعلقه للهواء وإن كان ماوي جعله قربا ما فيه يصح لك يا ولدي العمل إن شاء الله تعالى وإليك مثال يقاص عليه وهو كالتالي ها هو المثال أخذنا اسم الطالب والمطلوب والحاجة والأسماء المناسبة أو الآية وجمعناها وأدخلنا بها في متلة طبيعي حتى إذا استكملناه وقطرناه وأخذنا منه عدد ما في بيت الطاء والكاف والهاء ها انتبه جي طاء والكاف هو بيت العرش طاء بمعنى بيت العرش والكاف بيت الكرسي والهاء بيت القطب ها كذا عرش قطب كرسي ها هو نار عرش تراب لوح قطب قلب ها هو كرسي ما أخذنا طاء كاهين العرش والكرسي هو الكاف والهاء هي القطب ها الهاء هي القطب ها هنا بالحروف وهنا مبين لك هذا بيت النار تحتهو بيت الهواء التراب الماء يحب التراب يحب الماء والنار تحب الهواء لولا الهواء لا اشتعلت ولولا الماء لما نبت التراب لكن انتبه جيدا معين انتبه إلى هذه الحروف هنا قلنا ناخذ طاء كاهين طاء طاء كاهين طاء كاهين يعني بيت العرش وبيت الكرسي ثم بيت القطب طاء باهين طاء لا قلنا طاء طاء باهين بيت العرش وبيت النار وبيت القطب دا جاهين دا جاهين حا هين وزاهين وزاهين هاهم من هنا لكن عندما نجعل المتلة الخالي القلب ونعمره بهذه الطرق نجمعه ما في بيت العرش وما في بيت كرسي وما في بيت القطب وندخل وندخل به ودخلنا في متلة التاني ونسخناه ثم أخذنا عدد طباهين وسجناه في بيت النار طاء باهين نسجنه بيت النار أين بيت النار هو هذا بيت النار ثم أخذنا دا جاهين دا جاهين وسجناه في بيت التراب هنا في بيت التراب حسنا ثم أخذنا حاهين 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 أخذنا حاهين وسجناه في بيت الهواء أدخلناه هنا سجناه في بيت الهواء ثم أخذنا وزاهين 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 وسجناه في بيت الماء وسجناه في بيت الماء أصبح عندنا بيت النار بيت التراب بيت الهوى ونكتفي بعملية المقص هوى زائد الماء يعطينا العرش نار زائد تراب تعطينا الكرسي هوى زائد نار يعطينا القلب تراب زائد الماء يعطينا نلعب لعبة المقص فيبقى لنا القطب خالي ونجعل فيه ستة الأشياء والله ثم والله أحبابي إن أنتم تبهتم إلى هذه الطريقة وإلى هذا المثال هذه الكيفية ولو هي مرموزة لبعض الإخوان تظهر لهم صعبة لكنها سهلة سهلة المنال في الأخير المتلة خالي القلب يعمل في كل يوم شريطة أن تسطر الروحانيين كيف تستخرجهم الروحاني تبدأ بالأعداد الأكثر والسفلي لهو الجني الأرضي تبدأ بالأقل وتجعل كل واحد مع واحد تسطرهم فوق المتلات والعزيمة تضح لكم كيف تخرج من هذا المتلات والله إنه لقاطع قاطع في العطف والتهيج والمحبة وزيد وقص على ذلك وعلى الدوام وعلى الدوام وفي الختام أصلي وأسلي أصلي وأسلم على خير الأنام سيدنا محمد عظيم الشان وعلى آله وصحابته أجمعين في السماوات والأراضين وعلى جميع الملائكة في الأرض وفي السماء وفي العوالم كلها وعلينا معهم كذلك أجمعين ولدنا وولدكم أرحمهم يا ربي وابني لنا ولهم عندك في الجنة قصورا ولدتنا ولدتكم احفظهم يا ربي من الأمراض والعلل والأسقام نجينا من الكوارث ومن المصائب ومن الأمراض رب لا تصلط علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام